البحار الماهر هو الذي يدير دفة الموج لصالحه ودائما الزكي هو الذي يحول المحنة إلى منحة الكلام ده بالضبط بينطبق على حال الرئيس الروسي فلادمير بوتين اللي حول محنة يوم الجمعة الماضي إلى منحة هو ده أيضا بينطبق على الرئيس السوري بشار الأسد اللي نجح في أنه يحول كل التحديات التي وجهت الوطن السوري إلى منحة قوية جدا يقاوم بها كل القوى الغربية في قلب المنطقة ونجح في ذلك إلى درجة أن هناك مباحثات أجريت ما بين الطرفان الرئيس الروسي والرئيس السوري تم الاتفاق على خطة عمل لمواجهة التواجد وقوى الإرهاب في قلب المنطقة بعد حادث يوم الجمعة الشهير في قلب موسكو وتم الاتفاق على خطة عمل لتنفيذها خلال المرحلة القليلة القادمة في ذات الوقت اللي احنا شفنا فيه معلومات صادمة جدا ضد الولايات المتحدة الأمريكية المسألة كلها بدأت طبعا تتجه اتجاه عكسي لما خطت له حلف شمال الأطلس اللي هو الناتو في قلب المنطقة الحادث الذي تم ارتكابه في موسكو يوم الجمعة الماضي في صالة الموسيقى الشهيرة واللي راح دحيطه اكتر من 135 قتيل وعشرات الجرحة هذا الحادث حوله الدب الروسي وحولته الدولة السورية الى منحة قوية جدا اعلنت من خلالها الطوارئ في مواجهة كل التحديات اللي بيمثلها ألف الناتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتكم معكم محمد عبدالهادي من قناة مصر طوال سنوات سابقة طبعا اللجان الالكترونية والممثل القوى الغربية في قلب المنطقة اللي هم من العملاء والخواناء اللي بيسموا نفسهم انه هم معارضة سورية في الخارج هؤلاء حولوا انه هم يعبقوا الرأي العام السوري والرأي العام العربي ضد الرئيس بشار الاسد بزعم ان بشار الاسد يا حرام جاب الاحتلال الروسي في قلب سوريا ليه؟ لان نجح بشار الاسد في انه هو يبرم تحالفات وتنصيق على افضل واخطر ما يكون مع روسيا اتهبلوا وتجننوا اوكرانيا لما استعانت بعشرات الدول عشان تقاوم روسيا ده من حقها بينما الرئيس السوري بشار الاسد عندما تحالف ونسق مع لادمير بوتين رئيس روسيا ده يعتبر احتلال الولايات المتحدة الامريكية وهي بتبرم اتفاقيات تعاون وتحالف مع دولا اخرى اقل شأنا منها ده تحالف طبيعي بينما الرئيس بشار الاسد عندما ينسق مع قوى كبرى زي روسيا يبقى ده محتلال شفت وقاحة اكتر من كده نجح الرئيس بشار الاسد في انه هو يدشن ويبلور هذا التحالف وهذا التنصيق على افضل ما يكون الى درجة انه هو فرض ارادة الوطن السوري على كل دول المنطقة العربية بلا استثناء الى درجة ان المنطقة العربية رجعت مقعد جوعة الدول العربية لدولة سوريا مرة اخرى وبشار الاسد حاطت رجل على رجل في اعقاب احداث صالة الموسيقى والتفجيرات التي حدثت والعملية الارهابية التي ارتكبت في هذه الصالة يوم الجمعة الماضي في قلب موسكو الرئيس بشار الاسد بعث برقية تعزية الى فلادمير بوتن رئيس روسيا اعرب فيها عن بالغ التعازي في ضحايا الهجوم الارهابي اللي استهدف مجمع كروكس التجاري في ضواحل عاصمة الروسية موسكو ووصف الرئيس السوري الهجوم بانه هو هجوم جبان وقال ان استهداف المدنيين الابرياء يدل على العجز التام في جعل الشعب الروسي يحيد عن مبادئه تمسكه بسيادة بلاده واستقلالية قرارها طبعا دليل على فعلا فشل عسكري في مواجهة روسيا والكلام ده كنا قلناه ان هما يلجأوا للعمليات الارهابية في مواجهة روسيا معنى ذلك ان هما فعلا عجزوا عن ان هما يحققوا ثمة انتصار في مواجهة روسيا وبالتالي بدأوا يلجأوا للأبواب الخلفية هو ده ايضا اللي اكد عليه الرئيس السوري بشار الاسد وقال كمان ان العملية الارهابية ديت مرتبطة مباشرة بالهزائم القاسية والمواجهة اللي بتتكبدها النازية الجديدة وداعموها جراء العملية العسكرية الخاصة في دونباس طبعا ديت نتيجة فشل هزيمة انهيار حلف الناتو في مواجهة روسيا عشان كده زي ما قلت لحضراتكم التفوا من الأبواب الخلفية وبدأوا يمرسوا العمليات الارهابية اللي بيجدوها طبعا فيه اعقاب ذلك لم تمر سويعات قليلة الا وفجئنا بان هناك اتصالات اجريت من قبل الرئيس الروسي فلانمير بوتن مع الرئيس بشار الاسد رئيس سوريا اجر اتصالات به ووعد بتعاون او ثق في مكفحة الارهاب في اعقاب الهجوم بتاع يوم الجمعة اتفق مع الرئيس بشار الاسد ان فيه تعاون ما بين الدولتين ما بين روسيا وما بين سوريا لمواجهة الارهاب في قلب المنطقة ما الذي صنع الارهاب في قلب المنطقة تنظيم داعش ولا تنظيم البازنجانيين ولا تنظيم البطصيين شغل تهريج طبعا كل اللي هما بيقولوه استنظيم داعش هو اللي زرتكب هذا الحادث يوم الجمعة الماضي بينما تم إلقاء القبض على كل الفاعلين والمتورطين في هذا الهجوم وطبعا ثبت بالدليل القطع ان كانوا هما اجروا اتصالات مع بعض القيادات الاوكرانية عشان يعدوا من قلب اوكرانيا ويزوغوا لكن جهزة الامن الروسية القت القبض عليهم وطبعا جار التحقيق معاهم وبدأ الرئيس الروسي زي ما قلت لحضراتكم في البث المباشر بتاع ليلة امس بدأ حفلة الانتقام حفلة الشواء الرئيس الروسي فلادمير بوتين بلغ الرئيس السوري بشار الاسد هيكون فيه تعاون بيننا بس اساسا مش مطلوب ان احنا نقلن التفاصيل اللي هي الرئاسة الروسية والرئاسة السورية لان الطبيعة هيكون هناك تكتم على تحركات قادمة احنا بس منبلغ رسالة ان فيه تعاون مشترك ما بين الدولتين في مواجهة الارهاب والمسؤولين عنه بشار الاسد في المكالمة دية مع فلادمير بوتين اعرب عن تمنيه الصبر والسكينة لعائلات الضحايا واصدقاهم واتفقا على تكثيف الاتصالات في معالجة مكافحة الارهاب واعلن بشار الاسد عن عزمه على المضي مع فلادمير بوتين في الحرب المشتركة ضد الارهاب والتطرف العابر للحدود واعرب الاسد عن ادنته للهجوم المسلح وقال نحن ازن دين هذا الفعل الوحشي وكل ما يرتكبه الارهابيون من سفك للدماء في اي بقعة في العالم فاننا نؤكد عزمنا على المضي معكم في حربنا المشتركة ضد الارهاب والتطرف العابر للحدود بس بس لا مش بس لان مثل هذه المواجهات ومثل هذه المباحثات التي تجرى في اعقاب المحن بتتحول المسألة الى منحة تكاتف تعاون المسألة مش هتمر مرور الكرام وليس ادل على ذلك من ان المفترض جدلا كان بالامس يوم اعلان الحداد العام في البلاد الا ان القوات الروسية بدأت حفل الشواء في مواجهة اوكرانيا لدرجة ان دولة بولندا اعلنت حالات الطوارئ بعد ما فيه صاروخ كروز عبر وتجاوز وانتهك الحدود البولندية بدأت توصل طلقات الرصاص والمدافع والصواريخ لقلب دول الناتو اشرب بقى مش انت اللي بدأت اشرب شوفوا بقى حضراتكم من جانب اخر طابط المخابرات السابق في الجيش الامريكي سكوت رايتر عمل تقرير وقدي تقرير قال فيه ان روسيا انشأت نظام لن يتمكن حلف الناتو من المنافسة بتاعته في سباق تسلح محتمل عملت نظام تسليح قوي جدا كل دول الناتو بلا استثناء مش هتقدر تواكبه لقد قامت روسيا ببناء صناعة عسكرية تتفوق على حلف الناتو ومن المضحك ان يقول الناس ان التحالف بيتوسع بقبول فنلندا والسويد رد السويد على هذا ان هما السويد وفنلندا اصبحوا اعضاء في حلف الناتو يعني يبتوع الناتو احنا اصبحنا اقوية فقال بالحرف الواحد ان اللي سرحل روسيا بيقول ايه حسن سننشئ اربعين فرقة جديدة وعشرات الالوية الجديدة كش ملك هتعمل ايه هتواجه روسيا ازاي اذا كانت روسيا انشأت نظام عسكري اقوى من النظام بتاع دول الناتو ثم بيقول ان امريكا والناتو بيمولوا اوكرانيا من اجل اضعاف روسيا ومع ذلك لم يكن بامكانهم ان يتخيلوا ابدا ان موسكو ستكون قدر على تحقيق ما تظهره اليوم ما كانوش متخيلين ان روسيا هتحقق كل هذه النتائج وكل هذه الانتصارات بهذه الشاكلة في مواجهة دول الناتو اللي خططت لدعم اوكرانيا عشان تفكك روسيا النتيجة روسيا اصبحت هي الاقوى ثم بيقول لتبرير فشل امريكا برغبتها في تدمير روسيا من خلال العقوبات ودعم نظام كيف يتم تقديم الفرضية حوالين استراتيجية واشنطن الجديدة لبدء سباق تسلح من اجل حرمان موسكو من المال انت بتعملوا ايه بتزود التسلح بتاعكم ازاي اذا كان روسيا متفوقة عليكم هتزودوا التسلح بتاعكم روسيا هتزود التسلح بتاعها روسيا محققة تقدم غير عادي وبشكل بارس جدا روسيا محققة انتصارات غير عادية بتبرروا فشلكم انه كنتم هتحصل روسيا على المستوى العسكري وزيادة التسلح وبالاضافة الى الاستلاء على المال الروسي كل الكلام ده كله اساسا مش هياكل مع روسيا لكن هذا كله لا يحدث هل تعلمون ماذا سيحدث طبعا سكوتريتر بيسأل هل تعلمون ماذا سيحدث ومن سيفلس امريكا وحلف الناتو هم اللي هيواجه الهزيمة والافلاس ليه لان روسيا قطعت شغط طويل الى الامام لدرجة اننا لا نستطيع مواكبة تحركات روسيا شفتوا حضراتكم اكتر من كده بضيحة طبعا التصريحات دي والتقارير دي جاية من قلب الولايات المتحدة الامريكية نفسيها بشكل غير عادي النتيجة حضراتكم طبعا الفضيحة بجلاجل زي ما احنا قلنا لحضراتكم والنتيجة الانتصار الروسي غير العادي شوفوا حضراتكم بعض التصريحات دي ما زقا البشار الاسد لفلادمر بوتين عن هجوم موسكو كش مالك ضابط امريكي يكشف ما رتبته روسيا لحلف الناتو يعني خلاص المسألة بالنسبة لروسيا اصبحت تحصيل حاصل يعني بمعنى انتصار روسي صاحق جدا في مواجهة حلف الناتو وبالتالي هتعمل مهما تعمل مش هتقدر انك انت تواكب التطورات والانتصارات الروسية موسيقى